يا جماعة بالنسبة للحج إذا سفرت بالباص أو بالطيارة قبل ما توصل لمكة اسأل عن الميقات مشان تحرم منه فبالميقات تختسل وتلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك اللهم لبيك لبيك حج وانت طول الطريق خليك ملبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكة إلى آخره لما تدخل الكعبة يقول متل ما تقول لما تدخل على أي جامع اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وتبدأ بطواف القدوم سبع أشواط وتبقى في مكة لصباح يوم الثامن من ذي الحجة يلي اسمه يوم التروية فتروح لميناء وتباد بميناء وتصلي الصلوات على وقتها قصرا وليس جمعة تنتقل في الصبح يوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفة وتصلي الظهر والعصر في عرفة جمعوا قصر وتبقى بعرفة بهذا اليوم إلى غروب الشمس وانت تسبح وتدعي تسبح وتدعي ولا تنسى تدعي بيوم عرفة لأخوك أيمن عبد الرحمن المحمد وبعدها غروب الشمس من يوم عرفة تروح لمزدلفة تبيت فيها وتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولما يجي وقت الفجر تصلي أيضا الفجر في مزدلفة وهذا يكون يوم الأطحى اللي هو عشرة من ذي الحجة تروح بعدها لميناء مكان وجود الجمرات الثلاثة تاخد سبع حصيات صغيرة وترمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة وبعدها تذبح وتحلق وبهالشي تكون تحللت من أحرامك الأصغر فيجوز لك كل المحظورات إلا النساء بعدها تروح لبيت الله الحرام فتطوف بالكعبة طواف الإفاضة يلي هو يوم العيد سبع أشواط تصلي ركعتين وتنتقل فورا إلى الصفة والمروة السعي تبدأ بالصفة وتنتهي بالمروة سبع أشواط بعدها تروح لميناء بعد السعي تروح لميناء هو أول أيام التشريق بعد صلاة الظهر تروح نحو الجمرات تاخد 21 حصى وترمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى والوسطى سبعة والكبرى سبعة وتباد بميناء وتاني أيام التشريق تفعل مثل ما فعل بأول أيام التشريق وإذا كنت في حالة عجلة ترمي الجمرات وتروح للكعبة اطوف طواف الوداع وبعدين ترجع لبلدك هذا والله أعلم السلام عليكم